موسيقى الرسل داري موراد فنان الجداريات المشاركة ديالي في مهرجات الأحياء الشعبية الدورة التالية ديالو كانت عبارة عن ثلاث جداريات هذه الجداريات خدمتهم بالسطيل ديالي السطيل اللي كي يهدر على التقاثة المغربية الشعبية اللي كان فتاخروا بيها التقاثة اللي عشناها من الطفولة ديالنا كنشوفوها في جميع الأماكن وهذه الجدارية هذول اللي خدمت الجدارية اللولة اللي دركت فيها على ذكر المسيرة الخضراء خدمتها بالسطيل بيالي دركت فيها على الرأي المغربية الرأي اللي كان فتاخروا بيها واللي كان اعتجزوا بيها خدمتها بواحد سطيل اللي شو يقديم ألوان اللي شو يقديمين لأنها كان عارفوا أنها كانت ديجا في واحد العهد اللي شو يقديم وخدمتها بالتلفازة اللي قديمة كانت أصلاً ذاك لوخيات التلسازة قديمة خدمتها مع ذاك الحمامة كان عارفوا الحمام كير مثل واحد السلام و الوئام موسيقى موسيقى بسبب الجدارية التانية خدمتها على الصناع التقليدي تقريماً لجميع الصناع التقليديين في المغرب كان عارفوا في المغرب في عدة ثقافات و عدة قطاعات زوينة اللي احنا كم غاربة حتى نكونوا كان اختاروا بيها و انا كنت نحاول أنني ذاك الشي اللي كان شوفه كي عجبني و كان عشقه في الهوية المغربية ديانا كنحاول أنني نحطوك في الحير و كان بغينات اللي يدوزو و شوفوا أي حاجة يتفكروا التام غرابيت ديانا وتفكروا ريحة البلاركة موسيقى موسيقى بالجدارية التالتة اللي يعني المرأة المغربية سواء دي الأطلس الكبير أولا دي البوادي بتسعمق المرأة اللي كتكون عايشة في المناطق البدوية و في الجبال و هذه كتكون عندها واحد العلاقة واطيدة مع الأرض مع التراب مع الماسية ديالها و كتكون كتتعرف واحد المبادئ بشكل واحد المبادئ جوينة بقى محافظة عليهم و محتى في تربية ديال الأبناء والاة سيدا حاولت أن نوصله في الجدار ديالي مدينة ثلاء اللي هي المدينة ديالي اللي كنسكن فيها و اللي تزاديت فيها كنبغي نشوفها أنها مدينة زوينة و نشوف فيها العلوان أنا كنخدم حاليا الحمد لله جميع المناطق ديال المغرب و خدمتها خارج المغرب ولكن دائما كتبقا المدينة ديالك الأوم كتبغي تشوفها بواحد شكل وواحد صورة زوينة و كان يعني هذك الجامعة اللي بغيتش نشوفه في مدينة كان نحاول ما أمكان زعما ما كانت سوقش أكتر ماديات كتر ما كيهمني أنني نشوف مدينة بواحد رونق جميل أكتر موسيقى الأعمال الفنية اللي كيتم التخريب ديالها وهذا شي دا كيوقع الزاب ديال الفنانين ديال الغرافيتي والسريت آرت بالساب ديال الفنانة اللي تخربوا ليهم جداريات فأنا كنبغي نقول واحد الميصاج الزاعمال لجميع الفنانة أننا ما يكونش داك اليأس و ما يكونش الاستسلام ولا الناس كتجي كتنشر داك السوداوية ديالها و داك القبح ديالها أنا كتير واحد الحاجة زوينة كي يجي وف الدور دياله أنه تيبغي يخرب فأنا الدور ديالي عاود من جديد أنني نزيد الجمال و نعطيه البهجة للمكان ما نحبش ولا صعفي هذك سيد خرب هذك الجدارية صعفي نوقف الصوف لا نكمل و نستمر يكون هذا بالمسبة لي أن الناس اللي كتجي تخسر لي هذك العمال هذك حافظ أنني نزيد القدام و كتجي من نوز عمال هداية لها ديالناس هذا و لأن هذك العمال اللي كتديره أنت فهو ما غادي أذك لا من خريب ولا من بعيد فنحنا أزع ما غسنا نحافظه و نبينه حتى الصورة ديالنا صورة زوينة فالفن في البلاد را هو مرآة ديال المشتامع الفن مرآة ديال المشتامع لا تنسى تشترك في القناة و تفعل الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبراس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر